المواطن العربي في مدينة اللد يعاني من تقديم خدمات متدنية في أحيائه وليس هذا نتيجة إهمال أو سوء تخطيط بقدر ما هو سياسة ممنهجة من قبل رئيس بلدية يميني في آرائه ومواقفه يعني عملية نحن اليوم جينا على أساس رد على رئيس البلدية بأن هناك دعوة في 19-11 بيدعو فيه أن هناك في مدينة اللد هناك طبيعة ومناظر خلابة تجذب الناس بينما نحن نريد أن نقارن بين هذه الطبيعة التي معدومة بتاتا في جميع الأحياء العربية هناك 33 ألف مواطن عربي يفتقرون للبنية التحتية للشوارع أنا لا أتكلم عن الطبيعة التي يدعي بها رئيس البلدية لا أعرف أين هي الطبيعة ويضطر ممثلوا المواطن العربي الذين انتخبوا ليمثله في البلدية أن يعقدوا صفقات بهدف انتزاع حقوقه مثل تعبيد الشوارع وتصليح تصريف المياه ورغم كل الوعود لا ينفذ شيء وطبقى الأحياء العربية غارقة بالفقر والإهمال وخارج التخطيط والأحياء اليهودية تزدهر بشكل كبير يعني كما تلاحظ الفرق الشاسع بين الأحياء اليهودية وما يتحدث عنها رئيس البلدية وكأن مدينة التي هي مدينة طبيعية وجمال موجود فيها وشجار طبيعية هذا هو المنظر الحقيقي يعني حقا عمليا لا يوجد حتى الشوارع في هذا الحي ناهيك عن ما يدعي به رئيس البلدية مثل الأشجار والشوارع معبدة ومصرف صحي مع دومة بتاتا هذا الواقع الذي يعيشه مدينة الليد تتعدد أوجه معاناة المواطن العربي في المدن المختلطة بشكل عام في إسرائيل ولكنها في مدينة الليد تظهر جلية وواضحة للعيان بسبب أن المحرض الرئيس هو رئيس بلدية اختار أن يعامل المواطن العربي كعدو